نحكي بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا ونكمل الآن في أسئلة الوحدة الثالثة تطبيقات التفاضل تطبيقات التفاضل رح تقسم إلى درس التفسير الهندسي التفسير الفيزيائي القيم الحرجة والفترات التزايد والتناقص والقيم القصوى وتطبيقات اقتصادية طبيعة الأسئلة طبعا احنا في نهاية الفيديو رح يكون في عنا الأسئلة المقالية ضرورية تحضر شو المتوقع يجيك مقالي شو اللي رح يسأل المقالي الآن في أسئلة الضع دائرة سؤال من أشهر الأسئلة وأكثرها تكرارا انه احنا بنعرف انه ميل المماس يعني نشتق ونعوض بقيمة سين فهو السؤال شو بيقول لي قاف السين يساوي ألف سين تربيع زائد اثنين سين زائد خمسة ألف عدد ثابت وكان ميل المماس عند سين يساوي اثنين يساوي طمانطعش استاذ انا بس اسمع عبارة ميل المماس شو اعمل اشتق ثم عوض طب استاذ بدون تردد طبعا ميل المماس هون يعني قاف فتحة قال لي ميل المماس عند سين يساوي اثنين يعني قاف فتحة لاتنين يعني اشتق وعوض باتنين وعطاني معلومة انه يساوي طمانطعش فانا هيك جهزت مخطط شغلي بالسؤال راح اشتق استاذ هاي خطواتي اشتق ميل المماس لازم اشتق ثم اعوض محل سين باتنين واساوي الناتج بطمانطعش استاذ نلتزم بالخطوات هاي اولا نشتق قاف فتحة السين الف سين تربيع مشتقتها اتنين الف سين زائد اتنين يعني السين تربيع مشتقتها اتنين سين والالف ضلت والالتنين سين مشتقتها اتنين والخمسة راحت اعوض الان محل كل سين باتنين اتنين الف ضرب اتنين زائد اتنين بمعنى اربعة الف زائد اتنين يساوي استاذ اسويها بالصفر لا يا اخوي سويها باللي حكالك عنه يساوي طمانطعش ناقص اتنين ناقص اتنين اربعة الف يساوي ثمنتعش ناقص اتنين ستعش على اربعة على اربعة الف يساوي اربعة. اذا ميل المماس طلع معي اربعة. فباجي بختار الاجابة اربعة وما بنسى الاستاذ حكى لنا عنه. مش انت حكيت مجهول. المجهول تقدر تتأكد. ميل المماس اللي هي قاب فتحة. قال لي لما تعوض محل الف للتأكد تحقق من الحل. باربعة لازم يطلع معك الاجابة تمنتعش. فخلينا نتحقق هيك. اتنين ضرب الف اللي هي اربعة. ضرب سين اللي هي اتنين. زائد اتنين. اتنين باربعة ثمانية. ثمانية باتنين ستعش. زائد اتنين طلع فعلا معي تمنتعش. استاذ ما بدا تحقق براحتك براحتك. لما يكون يتاح اليك وسيلة التحقق سريعة بالامتحان. كل اسئلة الثوابط المجهول قلنا بنقدر نتحقق من اجاباتنا. طيب بني ايجي الان. بحكي هذا السؤال اللي شفته لحلناه سؤال الكتاب. وهو المستوى الدارج وزاري. بحكي طب الوزارة حبت. وانتو خايفين انو اصد فيه كوارث فيه قنابل ذرية رح تنفجر بوجهنا. الوزارة اوكي. بتطلعش عن الكتاب. بس بتركز في الرياضيات عبعض اسئلة التمييز عمهارتك ومهارتك. ففيش اسمه مهارات لازم الطالب يكون مكتسبها. وبالتالي هي هاي الاسمه بميز طالب عن طالب. السؤال قوي ركز اسحون في انهاءه. قاف السين يساوي ثلاث سين ناقص خمسة قوة اربعة. فما قيمة سين. طلب مني سين. التي يكون عندها ميل المماس يساوي اتناعش. لاحظوا. قبل شوي يحلينا سؤال ميل المماس. ميل المماس يعني دشتق. طيب. استاذه بعدين قال لي هي بدي سين. يعني اصلا سين مجهولة. والمشتقة تساوي اتناعش. اذن ده اشتق واساوي الناتج باطناعش. فالسؤال لحد الان تقليدي زي باقي هالاسئلة اشتقينا. تلات سين ناقص خمسة قوة اربعة. بتصير عقاعدة القوس اربعة تلات. وبنسخ ما داخل القوس. ضرب مشتقة اللي جوه القوس تلات. هيني اشتقيت. بدي اساوي المشتقة باطناعش. طب استاذ ازوي ايش. ليش ما عود باطناعش لانه هو بده سين. سين مش معطيني اياها. طب المشتقة عبارة عن ايش? اربعة ضرب تلات هاي اتناعش. في تلات سين ناقص خمسة تكعيب. بدي اسويها باطناعش. وببدأ الان حل معادلة وهون بتميز طالب عن طالب مهارته في حل المعادلة. على اتناعش على اتناعش. ثلاث سين ناقص خمسة تكعيب يساوي اتناعش على اتناعش واحد. طب استاذه بعدين كيف دخل اسم التكعيب? هاي اسم المهارة. باخد جذر تكعيبي للطرفين. عشان يروح التكعيب. بيظل ثلاث سين ناقص خمسة يساوي جذر تكعيبي للواحد واحد. الان ببدأ اكمل حل معادلة زائد خمسة زائد خمسة. ثلاث سين يساوي ستة على ثلاث على ثلاث سين يساوي اتنين. اذا هون انا قاعد بس بعطي انه انا السؤال نفسه ما اجيب نفس الفكرة في الامتحان الوزاري ممكن اجيبه بمهارة بسيطة او مهارة عالية فهذا اللي بتطلع وتشتكي منه. بيكون مشكلة في المهارة تبعه الطالب وهو مش عدل كمان الكل يجيب ميتين. بس بنحكي هاي نقعدين بننبع فكرة موجودة بالكتاب استخدمت وزاري وارد تكرارها ننتبه عليها. الان نشوف السؤال التالي اذا كان قاف اقترانا مبتصلا. كويس ماشي اهلا وسهلا. حيث قاف الواحد صورة الواحد صفر. قاف فتح الواحد مشتقلا مع وطب واحد طلعت اثنين. اؤمر شو بده. قال لي جد معادلة المماس لمنحنا الاقتران عند سين تساوي واحد. لما طلبت معادلة المماس منطق اني اكون حافظ قانونها. صاد ناقص صاد واحد يساوي ميم في سين ناقص سين واحد. طيب هاي المعادلة شو العناصر اللي انا مطلوب مني اجيبها عشان يكون عندي معادلة مماس. مطلوب منك السين واحد ومطلوب منك الصاد واحد وميم. يعني صاد ناقص صاد واحد Kn1 اكيد لازم نحط قيمتها. الميل لازم نحط قيمته والسين واحد لازم نحط قيمتها. فاحنا جاهزنا الان شغلنا هاي العناصر المطلوب Left هاي واحد. بمعنى. انه يا какой طالب الآن. هاي عرفت ان قمتها واحد. صاد واحد شو مقصد بصاد واحد؟ يعني الصورة. يعني قاف الواحد. يعني المفروض لو عندي اقتران اروح اعوض فيه مباشرة بواحد بدون اشتقاق. فهو ما اعطيك اياه قلق قاف الواحد يساوي صفر. اللي هي قاف اللي بدون اشتقاق. فايضا صاد واحد بحط محلها صفر. الميل. الميل بعرف انه لازم اشتق اولا ثم اعوض بقيمة سين. هي قاف فتح الواحد. فروحت ادور على اقتران. لو عندي اقتران كان اشتقيته. بس بقول يتغلبش حالك عندي. قاف فتح الواحد يساوي اتنين. فاذن الميل تساوي اتنين. اذا بحط محل الميل اتنين. وبالتالي انا هيك جبت العناصر تبع ميل المماس. السؤال لو كان حل ممكن اتركه هيك. بس في الدائرة انا مش لاقي الاجابة هاي. فاحنا في الدائرة دائما بدنا نخلي صاد هي موضع القانون. صاد ناقص صفر هي صاد. بوزع الضرب. اتنين ضرب سين. هاي اتنين سين. اتنين ضرب سالب واحد. سالب اتنين. اذا الاجابة ان هي صاد يساوي اتنين سين ناقص اتنين؟ هاي معادلة المماسل. اذا كل ما يطلب مني معادلة المماسل. اقول له صاد ناقص صاد واحد. يساوي ميم فيه سين ناقص سين واحد? سين واحد جاهزة. صاد واحد يعني الصورة بدي اعوض. ميل بدي اشتق. ثم اعوض. ثم ارتب المعادلة. وابدر اجاوب. نشوف السؤال التالي على التطبيقات الفيزيائية يتحرك جسم وفق العلاقة فانون معطيني اقتران المسافة سرعة فإن هاي المطلوب فإن سرعة الجسم بعد مرور ثانيتين يعني هو الموضوع ببساطة في كل الأسئلة الفيزيائية إنه اشتق سواء مرة أو مرتين ثم عوض إحنا عارفين إنه فعت منحكي فا عينتا مسافة سرعة تسارع من المسافة للسرعة اشتقاق واحد من السرعة للتسارع اشتقاق واحد من المسافة للتسارع اشتقاقين ثم بدي عوض فلما المعيار هون يا معطيك الزمن إنك تعوض ففورا باشتقه بعوض يا إما مش معطيك 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 معلومة فأنا هون دستخدم المعلومة لإيجاد نون عن العملين أعوض فالسؤال هون قال لي بعد مرور ثانيتين يعني نون معطيني إياها اثنين إذن بس دوري أحدد أنا عند فان نون يعني عند المسافة قال لي فإن السرعة بده السرعة إذن محتاج فقط أشتق مرة واحدة من المسافة للسرعة يعني أنا عندي فان نون هايها قدام عيني ثلاث نون تربيع زائد اثنين نون فقط محتاج عشان أوصل للسرعة اشتقاق فا مرة واحدة ستة نون زائد اثنين طب وبعدين أستاذ بعدين بدي عوض بنون عندي آه عندي هيا هيا اثنين إذن ستة ضرب اثنين زائد اثنين اثناش زائد اثنين بساوي اربعة عشر وهاي السرعة فإذا متر لكل ثانية فبقى لاقي إجابة اربعة عشر متر لكل ثانية طب أستاذ لو نفس السؤال إجاني قال لي جد التسارع وبعده ثانيتين كان اشتقيت هاي كمان مرة وعوضت قيمة نون يعني كنت اشتقيت هاي طلعت ستة أستاذ ما ظلش إيش أعوض فيه خلاص بتظلها ستة إذن هون بعد مرور بعطيني الزمن خلاص باشتق وبعوض نشوف السؤال التالي إذا كان للاقتران قاف السين ميم سين تكعيب ناقص ثلاث سين تربيع قيمة حرجة عند سين تساوي واحد فما قيمة الثابت ميم حاط لي سؤال مجهيل ثبت وكتب هالملاحظات الثلاث لو حكالي كلمة حرجة لو حكالي في قيمة قصوى عند سين تساوي لو حكالي قيمة إنه المماس أفقي لو حكالي قيمة قصوى سواء قلي قيمة عظمى عند سين تساوي اثنين أو صغرى عند سين تساوي اثنين العبارات هاي شو بتوجهني لما يحط ليها في المجهيل بالذات والثوابة تركزه بالكلمة حرجة قصوى مماس أفقي فورا معناته بيوجهني إنه اشتق ثم ساوي المشتقة بالصفر يعني شو السبيل لإيجاد المجهول في الحالات هاي بشتق ثم بصفر بساوي المشتقة بالصفر حرجة قصوى أو مماس أفقي فهون قال لي في قيمة حرجة عند سين تساوي واحد بقول له او الله حرجة يعني بدا اشتق بنحرج أنا لما يحكي لي حرجة بشتق ميم سين تكعيب ثلاث ميم سين تربيع ناقص ستة سين لأنه السين تكعيب هاي مشتقة ثلاث سين تربيعه الميم ضلته هاي ستة سين بعدين بساويها بالصفر فورا بشتق وبساوي بالصفر بعدين بفكر شو القصة انت بدك قيم سين قال لي لا أنا معطيك قيمة سين أنا بدي قيمة ميم بقول له يخلف عليك معطيني قيمة سين إذن بعوض محل سين بواحد يعني هو لو قال لك جيت قيم سين الحرجة شو بتعمل بشتق وبساوي بالصفر لو قال لك في الاقتران قيمة قصوى عنده سين تساوي اتنين بشتق وبساوي بالصفر بعدين بشوف شو بدأعمل الآن بعوض بواحد تلات ميم ضرب واحد تربية إذن بطلها تلات ميم ستة ضرب واحد ستة يساوي صفر إذن مش كل ما تنزل تقول لي بساوي بالصفر هاي الحالات اللي بتساوي فيها بالصفر تلات ميم زائد ستة زائد ستة تلات ميم يساوي ستة عتلات عتلات إذن ميم تطلع ناتجها اثنين إذن قيمة حرجة طلعت اتنين وطبعا كان العادة قلنا لكم تقدر تتأكد لو حطيت محل ميم اتنين خلينا عاود لك سريع تلات باتنين ستة ستة في واحد ستة ناقص ستة ضرب واحد اللي هي قيمة ستة ستة ناقص ستة صفر آه مظبوط تأكدت كمان إذن هون حرجة قصوى مماس أفقي فورا بشتق وبساوي المشتقة بالصفر يكون حاط لي ما جهيل الآن نشوف السؤال يتحرك جسم وفق العلاقة نون تكعيب فان نون يساوي نون تكعيب ناقص ثلاث نون حيث فان مسافة نون الزمن جد سرعة أوكي عندما يكون تسارعه اثناشر متر لكل ثانية لاحظ هو قال لك جد سرعة أوكي بس ما قال لك بعد ثانيتين بعد ثلاث ثواني اللي هي بس داشتق وعوض خلصنا هو أعطاك معلومة أنه التسارع اثناشر متر لكل ثانية تربيع يعني تا تساوي اثناشر طيب أستاذ أنا كيف أشتغل في حالة لما يكون معطيني معلومة عشان أطلع نون بقول له أنا بدكت بفعلة كاملة هيك فان نون عين النون وتباعد وتحاب ما بين العين والتا تان نون هاي عمارة فان عن تان فان نون موجودة عندي بالسؤال فبادل ما ظلني رايح جاي على ورقة الأسئلة كتبتها عندي على دفتر الإجابة عين النون بدي أشتق إن هاي مشتقت فا إذن ثلاث نون تربية ناقص ثلاث طب وتان نون أيضا بدي أشتق بدي أشتق عين ستة نون الآن أنا إيدي بتحقني بدي أجيب له المطلوب جد سرعة فجاي أعوض ما لقيتش عندي نون إذن بدي أستخدم المعلومة اللي موجودة عندي قال لي عندما يكون تسارع اثناشر إذن بروح عند التسارع بقول له والله سمعنا إنه إنت كلك على بعضك بتساوي اثناشر بقول لك عادي ماشي إذن سوينا التسارع باثناشر لإيجاد نون عستة عستة نون تطلع معي اثناشر عستة اثنين إذن خلص إحنا كان حارمنا من قيمة نون أو جدنا إحنا قيمة نون الآن دورنا نعوض بالمطلوب قال لي جد إيش أو فإن إيش جد سرعة إذن بدي أعوض بالسرعة طب لو قال لي جد مسافة عين بدي أعوض فيها باثنين تلات باثنين تربيعا تلاتة بأربعة ناقص تلات اثناش ناقص تلات فالإجابة تسعة إذن طلابنا سؤال الفيزيائي بيقول لك بعد مرور استقعوض يا إما قل لك عندما عندما يكون سرعته عشرة بساوي السرعة بالعشرة عندما ينعدم تسارع شو يعني بساوي التسارع بالصفر عندما تنعدم سرعته شو يعني بساوي السرعة بالصفر وهكذا الآن موضوع إيجاد القيم الحرجة والعظمى والصغرى من الرسمة قال لي معتمدا الشكل المجاور الذي يمثل منحنة مشتقة ما قيم سين التي يكون عندها قيمة صغرى محلية دير بالك الرسمة مكتوب عليها إيش قاف فتحة إذن تتعامل تعامل قاف فتحة لأنه فيه فرق بين قاف فتحة وقاف قاف فتحة قيم سين الحرجة اللي هي نقط قطع محور السينات أنا بفضل للطلاب يعملوا خط أعداد أسهل لهم للتعامل في الإجابات قيم سين بقول هاي سل فتحة كنا نحكي للطلاب سكين تقطع محور سين عند الخمسة وعند الواحد إذن قيم سين الحرجة هي واحد وخمسة فأنا أولي شي خط قيم سين الحرجة لو طالب قيم سين الحرجة بالنظر بجاوب واحد وخمسة طيب وبعدين أستاذ خط الأعداد بحتاج إشارات ببدأ مع الرسمة من أي جهة طول ما أنا تحت محور السينات سالب فوق محور السينات إشارتي موجب إذن إشاراتي هون سالب ثم فوق محور السينات موجب ثم سالب بمعنى اقرأ لي الإشارة الآن واقرأي لي الإشارة سالب موجب سالب إذن نعملنا خط الأعداد بشكل صحيح وبنكمل كل شغلنا بدي أرسم الأسهم سالب يعني نازل طالع نازل هسا يطلب أي الألف مطلوب مش سؤال واحد يطلب عشر أسئلات بجاوبه لو قل لي مين قيم سين الحرجة واحد وخمسة لو قل لي وين فترات تزايد بقول له من واحد لخمسة لو حكا لي زي ما هو طلب ما قيمة سين التي يكون عندها الاقتران قيمة صغرى محلية صغرى يعني وادي وين قيمة سين اللي عندها صغرى محلية اللي هي واحد فبقدر أختار أي إجابة بشكل صحيح أو أي سؤال أجاوب عليه إذا عملت خط أعدادي بهدوء إذن قيم سين الحرجة في رسمة قاب فتح السين سكين نقط قطع محور السينات والإشارات طول ما أنا تحت محور السينات سالب فوق محور السينات موجب وممكن تيجي الرسمة يطلب عليها مطلوبين مثلا إنه قيم سين الحرجة وبعدين يطلب شو فيه عظمى أو صغرى الآن طلابنا تشوف سؤال التالي فإن إذا كان قابل سين يساوي سين سؤال وزارة وكتاب وكل مكان بتلاقيه سين تربية ناقص أربعة سين ناقص أربعة فإن هاي فإن يعني هذا ذات نصب لا أستاذ هذا ذات سؤال فإن الاقتران متزايدا في أي فترة عشان أعرف تزايد أو تناقص أو عظمى وصغرى إجراءاتنا نبدأ نشتق ونساوي المشتقة بالصفر لإيجاد قيم سين ثم ندرس الإشارة تبع المشتقة على خط الأعداد يعني بشتق أول شي قابل فتحة ثنين سين ناقص أربعة بعدين بساوي المشتقة بالصفر وببدأ أجيب قيمة سين زايد أربعة زايد أربعة ثنين سين يساوي أربعة على اتنين على اتنين سين غلبتني لا بسيطة طلعت اتنين فورا توضع على خط الأعداد لاتنين وبنبدأ ندرس الإشارة حسدراسة الإشارة بصراحة بحب الطالب يتأكد يعني إما حكينا في صح وأصح هاي المشتقة اللي هي تنين سين ناقص أربعة مشارة معامل سين موجب إذن رح نبدأ موجب ثم سالب أوكي صح مش غلط هيك بس أنا بحب الطالب طالما السؤال أمامه وبسيط زي هيك كمان يتأكد احنا المفروض نعوض برقم أكبر من اتنين تلعت مثلا يعني في الفترة هاي عشان نعرف الناتج موجب ولا سالب اتنين ضرب تلات ستة ستة ناقص أربعة اتنين إذن موجب صح ونجرب هون صفر مثلا قبل اتنين اتنين ضرب صفر 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 ناقص أربعة سالب إذن مية بالمية إشاراتنا بقول له انت ايش طلبت قال لي وين متزايد إذن بده فترات تزايد من اتنين لا انفينيتي أو لمالة نهاية إذن بقول له من اتنين لمالة نهاية وكالعادة مغلقة عند العدد ومفتوحة عند المالة نهاية فبلاقي الإجابة ألف لو قال لي وين متناقص بقول له من سالب مالة نهاية لاتنين لو طلب مني قيم سين الحرجة بقول له اتنين طب شو نوحة صغرى ولا عظمى لو كنت رسمت نازل ثم طالة إذن هي صغرى صحيح خليها مدام فتحيني الموضوع حاد افرد طلب منك القيمة الصغرى المحلية ركزوا ماي القيمة الصغرى في قيمة صغرى عندي اتنين يعني استاذ الاجابة اتنين لا احنا القيمة العظمى أو الصغرى قيمتها صورة ناتج التعويض يعني لو طلب مني القيمة الصغرى بقول له آآآ عنده سين يساوي اتنين في قيمة صغرى بس قيمتها قاف لاتنين ايش يعني قاف لاتنين يعني لازم اعوض بالاختران الاصلي بالتنين فبتكون دروح اعوض اتنين تربيع اربعة اربعة ناقص اربعة ضرب اتنين سالب تمانية ناقص اربعة اربعة ناقص اه تمانية سالب اربعة ناقص اتنين ناقص اربعة فون سالب اربعة اذا اربعة ناقص تمانية سالب اربعة ناقص اربعة فبطلع سالب تمانية. ايش يعني استاذ? يعني دير بالك ركز. لو قل لك بدي قيمة صغرى او عظمى ما حكى سين. بدي اياك اتعوض. بتجيب قيمة سين بدي اتعوض فيها في الاقتران الاصلي. وراح اعطيكو كمان سؤال عليها. الان نشوف في موضوع الفيزيائي اه في موضوع التطبيقات الاقتصادية. الطالب لازم يكون عارف ان القانون الرئيسي الربح يساوي الايراد ناقص تكلفة. الايراد له قانون عدد ضرب سعر. القوانين لازم تكون عارفها. ضي الاسويعات على امتحان. لكن كون فاهم انه ساسأل باحد مطلوبين. اما على صيغة حدي. يقول لك جد ربح حدي. جد تكلفة حدية. حدي بمعناته اشتق فقط. يعني فقط الاقتران اللي حكى عنه حدي بدي اشتقه. ربح حدي باشتق الربح. ايراد حدي باشتق الاراد وهكذا. او على وزن افعل. يقول لك سين التي تجعل الربح اكبر ما يمكن. او التكلفة اقل ما يمكن. هون وقتها بدنا اجراءات اشتقاق ومسواة بالصفر. ونشوف عظمى وصغرى هاي على خط الاعداد. نشوف السؤال سهل ومكرر ومتوقع وكل شي بتقدر تحكي عنه. اذا كان كاف السين يساوي سبعين زائد ثلاث سين تربيع هذا التكلفة. بقول له خلص انت معطيني التكلفة. فان هاي الطالب. التكلفة طلب التكلفة الحدية لانتاج تلاتين قطعة. شو معنى كلمة حدي? حدي يعني اشتق. اشتق مين? اشتق التكلفة. طيب موجودة التكلفة عندي? موجودة استاذ. اذا اشتق فورا. جازة. اقتران التكلفة موجودة. كلية بشتقه. سبعين بتروح. تلات سين تربيع مشتقتها. ستة سين. قال لي التكلفة الحدية الناتجة عن بيع سين قطعة. خلص السؤال. قال لي انتاج تلاتين قطعة. اذا دعاوض بتلاتين. ستة ضرب ثلاثين. بتنزل الصفر بتضرب ستة بتلاتة تمنطاش. اذا اجابتك مية وتمانين. اذا ببساطة هيك. حدي يعني اشتق. اذا القطران موجود بشتقه. مش موجود بكتب قانون وبعدين يعني يعني افرد قال لك بدي ربح حدي. فبكتب قانون الربح. الربح يساوي ايراد ناقص تكلفة. بوجد الاقتران. بعدين بشتق. نشوف ايضا. يبيع مصنع وارد هذا يجيني حل او دائرة. يبيع مصنع الوحدة الواحدة من سلعة بسعر ستين دينار. فاذا كانت التكلفة الكلية. كاف السين هيها. فان الربح يعني بعطيني التكلفة. فطلب مني الربح الحدي عند بيع عشرين وحدة. اه. شو اعمل استاذ? جل لي حدي. حدي يعني اشتق. اشتق مين? اشتق الربح. طب استاذ ما في ربح بالسؤال. اكتب القانون. يعني نكتب القانون انه الربح الكلي يساوي الايراد الكلي ناقص التكلفة الكلية. طلابنا اللي اخده معنا عارفين ردك. راه السين يساوي. اجينا ندور على اقتران الايراد ما في ايراد. طب يا استاذ من الايراد بعرف انه عبارة عن عدد طرب سعر. والعدد دائما سين والسعر نشوف السؤال شو معطينا? معطينا ستين. بمعنى انه الايراد اصبح ستين سين. ناقص. التكلفة معطيني اقترانها هي. بس اللي يرضى عليكم حطولي اياه جوا قوس لانه فيه قبله اشارة سالب اربعة بالعشرة سين تربية. زائد اتناعش سين زائد خمسمية. دورنا الان نوزع الاشارة. صارت سالب اربعة بالعشرة. وممكن اجل عملية التوزيح هاي. بس هيك افضل. اتناعش سين ناقص خمسمية. انا ايش سويت استاذ? صار عندي اقتران الربح الكل. انا كان متمنى اني اشتق الربح. بس ما كان عندي ربح. صار عندي اقتران الربح. قال لي ربح حدي. بقول له باشتق. راه فتحة السين. ستين سين مشتقتها ستين. اربعة بالعشرة. استاذ بعرفش اشتقها دول. اضرب الاتنين بالاربعة. تمانية. بال عشرة سين. ناقص اتناعش. وهون الطلاب بيخافوا من الكسور. هس اهون ورجيكم كيف التعامل مع الكسور يعني. او العشار. هاي الربح الحدي بس يعني جمع لي هالحدود. ستين ناقص اتناعش. تمانية واربعين ناقص تمانية بالعشرة سين. استاذ انا بدي عوض بكم? لو قال لك عند باع سين واحدة تعوضش. قال لك عند باع عشرين واحدة تعوض بعشرين. فعمل لي هيك افضل. تمانية على عشرة ضرب عشرين. يعني شو سوينا? تمانية بالعشرة كتبناها تمانية على عشرة وسين عوضت محلها بعشرين. عشان تشيل الصفر مع الصفر براحتك ما احد له عندك. بيظل عندك تمانية على واحد تمانية. تمانية ضرب اتنين ستة عشر. اذا تمانية واربعين ناقص ستة عشر بطلع. اتنين والتلاتين. اذا لما يكون عندك اعشر تلاتة من عشرة اربعة. حط اربعة على عشرة تلاتة على عشرة. اذا هون طلع معي الاجابة اتنين وتلاتين دينار. اللي هو الربح الحدي. طيب. نشوف حكيتلكو في سؤال بدي خليكوا تحلوه. او او نركز فيه. فكرته كثير خادع على الطلاب خصوصا في دائرة بالذات. يعني ممكن بالاسئلة المقالية رح تيجوا عليها الاجابة النهائية علامة مش رح تفرق كثير. اما هون مهم. قاف السينة فان الاقتران قيمة صغرى محلية تساوي. ركز حكى. صغرى اوكي بس حكى سين ولا ما حكى سين. لو قلك قيمة صغرى محلية عنده سين تساوي بس بده قيمة سين. اذا هون لو حكى سين بس بده سين. لو ما حكى سين بده الصورة بده قاف. عوض بعد ما اجيبها. طب احنا عشان نوصل للمرح على هاي. شو مطلوب نعمل عشان نعرف الصغرى والعظمى. نشتق نساوي بالصفر نطلع قيم سين. نحطه مع خط الاعداد. فببدأ اجراءاتي. بشتق اولا. ستة سين تربيع ناقص ستة. بساوي المشتقة بالصفر. الان ببدأ مهارتي بنقول ستة سين تربيع يساوي موجة بستة على ستة على ستة. سين تربيع طلعت واحد. باخد جذر للطرفين. سين تساوي اما واحد او سالب واحد. هاي قيم سين الحرجة. نحطهم فورا عخط اعداد سالب واحد واحد. وبندرس اشارة المشتقة. دائما وابدا ندرس اشارة المشتقة. ستة سين تربيع ناقص ستة. طبعا هاي عبارة تربيعية طلع لها قيمتين اذا. نفس الاشارة موجب. بعدين عكس. بعدين نفس. او. لا لا يا استاذ. انا داخل امتحان توجيهي. فبجرب رقم هون. مثلا بعد الواحد اتنين. ستة ضرب اتنين تربيع ستة باربعة. اربعة وعشرين. ناقص ستة. بهمنيش كم? موجب ولا سالب? راح يطلع موجب. اذا الاشارة موجبة في المنطقة هاي. بجرب صفر في النص مثلا. ستة ضرب صفر. صفر. صفر ناقص ستة. اذا هون سالب. ثم موجب. طبعا بالنظر جرب هيك. طب استاذ الان موجب تزايد يعني طالع. نازل ثم طالع. وهذا السؤال يصلح يجيني حل كمان. يعني اذا جاني دائرة دائرة قوية جدا. اذا اجاني حلها بلاقي عليها عشر اتناشر علامة يجيني مقالية. هلا هون بس بهمني اقدر اجاوب. فان الاقتران قيمة صغرى محلية تساوي. لاحظوا قال لي اربعة تمانية سالب اربعة سالب واحد. الطالب المتسرع اه لو حطينه من ضمن الخيارات واحد راح يختار واحد. دير بالك ما حكسين. قال لك صغرى محلية اذا اها. صغرى محلية قيمتها قاف الواحد. يعني ناتج التعويض. بالاقتران الاصلي محل سينب واحد. اللي هي اتنين ضرب واحد تكعيب. مش بقاف فتحة بعوض. لما اجيب العظمى او الصغرى بعوض بالاقتران. اتنين ناقص ستة فبطلع سالب اربعة. هاي الاجابة الوحيدة الصحيحة. فان الاقتران قيمة صغرى محلية. ما حكسين بعوض? اذا هيك. شوف السؤال الاخير على الوحدة. معتمدا الشكل الذي يمثل منحنة قاف السين. ديروا بالكو. شو كتبلكو هون? قاف السين. غير قاف فتحة. فان قيم سين الحرجة تساوي. استاذ قاف السين كيف اعرف قيم سين الحرجة? قطع محور السينات? لا. هاي قاف فتحة. قمة الجبل. وقاع الوادي هدول القيم الحرجة. فابتشوف قيم سين هون كم هاي القيمة? صفر. وهاي القيمة اتنين. اذا قيم سين الحرجة صفر واتنين. وهاي واضح انها صغرى وهاي واضح انها عظمى. هو قال لي مين قيم سين الحرجة? فبقول له صفر. واتنين. هيك طلابنا كل اسئلة الوحدة التالتة او معظم اسئلة الوحدة التالتة اللي فيها افكار. ممكن تجينا اه ضع دائرة. ان شاء الله اتناولناها. رجزوا معي الان بالجزء الاخير من الحصة. وهو الاسئلة المقالية. اللي رح يجينا حل الستين علامة. شو متوقع يا استاذ? شو طريقة السؤال اللي رح يسألونها مقالة? خلينا مع بعض. والان نبدأ طلابنا بالاسئلة المقالية. اللي هي بدأ تجيني حل. بدأ اوضح الخطوات. وفيها ميزة برياضيات احسن من اسئلة الدوائر طبعا. السؤال بيكون مثلا عليه عشر علامات. بلاقي حاليا انذا مشيت خطواته بشكل صحيح بشكل سنيم. حتى لو اخطأت بالناتج بخسر علامة على متين من السؤال. بداية في الاسئلة المقالية في الوحدة الاولى. انه انا ممكن الاقي جدت قيمة النهاية في كل مما يأتي ان وجدت. يعني جايب لي نهايات بقول لي عوض. هلأ اعوض يطلع معي رقم يطلع معي اه صفر ع رقم او رقم عصفر او صفر عصفر اللي هي بدأ تصرف فيها. طبعا يجي قراءة السؤال وانا يعد هون على دفتر على ورقة الاسئلة. نهاية اربعة سين تربيع ناقص اربعة سين تكعيب زائد سين تربيع سين تقترب من سالب واحد. سواضح من التعويض. اربعة ضرب سالب واحد تربيع يعني اربعة. ناقص اربعة. سالب واحد تكعيب سالب واحد زائد. سالب واحد تربيع واحد فطلع صفر عصفر. اذا انا هون محتاج احلل. طبعا احنا الاسئلة المقالية فورا بنتقل الى دفتر الاجابة. يعني بروح بنتقل مباشرة الى دفتر اجابتي. لاجابة السؤال نفسه. بالشكل التالي. رحنا. رحنا على دفتر الاجابة. فهي السؤال حطناه قدام عيننا. وبدنا نبلش اه نجاوب السؤال. السؤال طلب مني النهاية. فقلنا عوضنا طلع صفر. على صفر. الان بدي ابدأ خطوات حل. اني احلل عشان اختصر وارجع عوض. طالما ما قالي التزم بكتابة النهاية لحد ما تختصر. او لحد ما تختصري. نهاية سين تقترب من سالب واحد. طلعنا على البسط لقينا اربعة سين تربيع ناقص اربعة. بحتاج عامل مشترك اربعة بداية. فطلع عندي سين تربيع ناقص. اربعة على اربعة واحد. طبعا احنا هدفنا هون اختصار سين. ناقص ناقص واحد يعني سين زائد واحد. ننظرنا ماشيين ورا السؤال لما نلاقي سين زائد واحد في البسط وفي المقام. بالنسبة للمقام سين تكعيب زائد سين تربيع. اخدنا سين تربيع عامل مشترك لانه كلها سينات بيضل عندي سين زائد واحد. حسا بالنظرة اولى انه البسط خلصت. المقام خلصت. لقيت سين زائد واحد. في البسط بدي احلل هاي فرق بين مربعين. فبرجع بكتب نهاية. سين تقترب من سالب واحد. اربعة بفتح قسين. سين ناقص واحد وسين زائد واحد على سين تربيع في سين زائد واحد. خلصت تحليل لقيت اختصار. الان دوري اعوض واعوض هدو عشان انهي علامتي بشكل كامل. سالب واحد ناقص واحد على سالب واحد تربية. اذا اربعة ضرب لو لويه للقوس. سالب اتنين على سالب واحد تربية اللي هي واحد. اذا بطلع الاجابة سالب تمني. اذا فورا تقلت على دفتر الاجابة وبلشت اجاوب. المطلوب الثاني. تلات على اتنين سين ناقص اتنين على سين زائد واحد. الطالب لما عوض تلات على اتنين ضرب تلات. يعني تلات على ستة. اثنين على تلات زائد واحد. اتنين على اربعة. على اتنين ناقص. عسين ناقص تلات هون عندي. على تلات ناقص تلات. طب ديروا بالكوا طلابنا انه تنخدع. وتأجي تحكي لاستاذ والله يعود طلع مش صفر على صفر. انت ما تأكد. كيف يعني? يعني انت استاذ ما هو انا بتعود صفر على صفر يعني نفس اه الاشي الفوق وتحت. لا تلات على ستة. واتنين على اربعة. هاي اختصرها. على تلات فيها واحد على اتنين. وهاي على اتنين فيها واحد على اتنين. يعني نص ناقص نص. لا هو فعلا صفر على صفر. دير بالك من الخدع هاي. شك بحالك. اما يجيني سؤال كسور وما يطلع الصفر على صفر. في شي غلط انت بتكون عملته. وارد يكون مش صفر على صفر. بس شك بحالك. يعني لا تكون. آآ خلص بتحلل باستهتار. تقول لي استاذ ما طلعي الصفر على صفر. وتركت له اياها. كارثة. يكون عليه عشر علامات ولا اتناشر علامة. الان بدنا نحلل طريقة تحليلنا بدنا توحيد مقامات في كسور. بنمد خط بيت شارع الاردن. تلات مقامات دائما وابدا موجود عندي بالسؤال. اللي هي لتنين سين. والسين زاد واحد والسين ناقص تلات. فوق بدي اضرب تبادلي بهدوء. تلات ضرب سين. تلات سين. تلات ضرب واحد موجب تلات. ايدي اليسار الان تمسك الرقم مع اشارته. سالب اتنين. سالب اتنين ضرب اتنين سين. سالب اربعة سين. لا تنسوا انتو بتحلوا انه عنا هدف. لما يطلع صفر على صفر اختصار سين ناقص. العدد اللي بتقول له النهاية اللي هو سين ناقص تلات. استاذ ما لقينا سين ناقص تلات. شو نعمل? لا سين ناقص تلات موجودة في المقام. يعني المقام خلوه زي ما هو. هاي اتنين سين. سين زاد واحد وسين ناقص تلات. واكتبوا النهاية. طب استاذ امتى اوقف كتابة النهاية في صفر على صفر? بس تختصر. يعني بس تتم عملية الاختصار خلاص وقف كتابة النهاية. هون اما تحليل او تجميع حدود. لاحظوا هذا تلات عدد. في زي ولا بنزل. طيب تلات سين ناقص اربعة سين. تلاتة سين ناقص اربعة سين سالب سين. اذا كانوا امام عينك المقدار بس كان محتاج تجميع حدود سريع. الان بقدر اختصر تلات ناقص سين مع سين ناقص تلات. والانتباه انه هون عكس بعض. فبضل سالب واحد. الان فورا بعوض وبوقف كتابة النهاية. سالب واحد على اتنين ضرب تلات ستة. وتلات زائد واحد اربعة. اذا الاجابة سالب واحد على ستة ضرب اربعة. سالب واحد على اربعة وعشرين. اذا وارد جدا انه يجيب لك من اسئلة المقالية انه ويجاد نهايات. عشان نشوف مهارتك. حتى ممكن مش شرط يطلع صفر على صفر. بس عشان نشوف مهارتك. شوف طرقك اه كيف نمشيت خطواتك. رتبت خطواتك. في اجابة السؤال. طيب. ننتقل للسؤال التاني. من الاسئلة المقالية. خلصنا السؤال الاول. السؤال التاني. قل لي اذا كان قاف وها اقترانين متصلين عنده سين يساوي ثلاث. وكان قاف الثلاث يساوي احداش. اجب عما يأتي. جد نهاية سين تربيع قاف السين. ناقص ثمانية. طيب. انا ما بدي الطالب يخسر ولو علامة واحدة في الاسئلة المقالية. ممكن يطلع ناتج صحيح بس يجي يخسر لي علامات. اولا كلمة متصلين. كيف بنترجم له اياها عشان تترجم لعلامات. لازم فورا بس يقول لي متصل في النهايات. فبقول له اه والله معناته اكيد صورة التلات النهاية بتساوي الصورة. تساوي نهاية قاف السين لما السين تقترب من تلات. وايضا هات تلات تساوي نهاية. هو قل لي عنهم متصلين. فبقول لي يعني ترجم لي هالكلمتين هدول عشان اعطيك علامتين عليهم. ثم اقول له شو طالب? قال لي طالب تعود نهايات. بقول له طب انا بدي اعود سين تربية. هي تلات تربية. صورة نفس نهاية. بقدر استخدمها مدد من النهاية. مدام متصلين. ناقص تملية. تلات تربية تسعة ضرب. قافة تلات احدة عش. اذا تسعة ضرب باحدة عش. ناقص تمانية. فاذن طلع معي. تسعة ضرب واحدة عش تضربهم شوي شوي تسعة وتسعين. ناقص تمانية. فالاجابة هي واحد وتسعين. destاذا ارقام كبيرة هيك لا مشة ارقام كبيرة طبعا. تسعة ضرب احدة عادية.'رقة ببساطة تطرح منهم تمانية واحد وتسعين. عفوا. المطلوب الثاني قل لي جد هات ثلاث التي تجعل النهاية لقاف السين على نفس المعطيات. قاف السين ناقص السين على هالسين تكعيب. الكل تكعيب يساوي واحد. استاذ شو بده؟ بده هات ثلاث. طيب. احنا مدام متصلين ما هات ثلاث نفس النهاية. فهو كتب لي هون نهايات. فاولا بحولها لصورة عادية. يعني بعوض هيك. قاف التلات ناقص تلات على ها التلات. تكعيب يساوي واحد. هل قاف التلات قمتها عندي؟ نعم استاذ. قاف التلات قمتها عندي احد عشر. يعني فوق في البسط احد عشر ناقص تلات. طب هات تلات عندي لا يا استاذ ما هي المطلوب اصلا. اكيد مش معطيني اياها. اذا هات تلات بتظلها هات تلات تكعيب يساوي واحد. وبنكمل بالسؤال احد عشر ناقص تلات تمانية. هات تلات هون تكعيب في عندي قسمة وفي يساوي بضرب ضرب تبادل. اذا هات تلات تكعيب. كيف نخلص من التكعيب؟ هو بده بس هات تلات. ناخد جذر تكعيبي للطرفين. اذا جذر تكعيبي جذر تكعيبي. طبعا سؤال وزاري. اتنين يساوي هات تلات. يعني هات تلات طلعت قيمتها. اتنين. طب استاذ هيك باخد على مكاملة نعم. طب استاذ انا موزعت النهايات. مدام قلته النهاية تساوي الصورة ووقت محل الصورة. مقبول تماما. بس لازم تكتب هدول. اذا تاني سؤال اخدناه مقالي. على الاسئلة الكلامية اللي المقالية اللي ممكن تجينا. سؤال مهم جدا 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 قد ما تحكي. اللي هو سؤال عن نظريات الاتصال. انه عفوا. انه يعطيني اقترانين مثلا اعطاني اقتران اسمه قاف السين. يساوي اتنين سين. وعطاني اقتران اسمها السين يساوي سين تربيع زائد واحد على خمسة سين وهو تحت خمسة سين ناقص سلاة. وكان لام السين طبعا مرة ثانية بنأكد انه هام جدا. قاف زائدها او قاف ضربها. هون قيلة قاف زائدها. فبحث اتصال لاقتران لام عنده سين يساوي اتنين. هذا السؤال على نظريات الاتصال ولا يأتي الا مقالي. هو عن مين سأل اعطاني قاف اعطاني ها بس سأل عن لام. استاذ امامنا حل بطريقتين. الكتاب نفسه بحل بطريقتين. اما ببحث في اتصال كل اقتران لحاله. اذا طلعوا الاتنين متصلين فبحكي متصلين لانه حاصل جمع اقترانين متصلين. طب لو واحد منهم طلع غير متصل انا مضطر احل على الطريقة التانية. فانا الان واحنا ضيلنا سويعات على الامتحان. لا مباشرة ابدأ احل على الطريقة التانية اللي بتزبط دايما. اللي هو نعمل متشاعب جديد اسمه لام السين. يعني الخطوة الاولى احنا رح نعمل اقتران متشاعب اسمه لام السين. استاذ احنا اه انتو ما شاء الله عليكم. لام السين عبارة عن ايش? قلي قاف زائد ها. فابدا حط قاف السين زائد ها السين. طب ها السين نفسه عبارة عن طابقين. فانا عملت متشاعب مكون من طابقين. بدي حط هون قاف السين. قيمته اتنين سين. وايضا هون اتنين سين. ها السين في الطابق اللي فوق سين تربيع زائد واحد وتحت خمسة. سين ناقص تلات. عشان اقدر اخد قرار بعد ما يصير عندي اقتران متشاعب. طب استاذ ولا اصغر ولا اكبر? هاي بنقول لهم نقل. سين اصغر من اتنين. سين اكبر من او تساوي اتنين. هيك صار عندنا اقتران متشاعب. احنا عملناه. طب استاذ شو اللي بفتغ اختلف بالامتحان? ممكن يجيب لك انه قاف ضرب ها بتحط بينهم ضرب. ممكن قاف ناقص ها بتحط بينهم طرح. الان خلص. بنطلاش على السؤال بنطلع على الاقتران المتشاعب اللي احنا سويناه. عشان نقرر متصل ولا غير متصل كالعادة طلابنا بيعرفوا انه لازم بالخطوة الاولى نشوف الصورة ثم النهاية ثم اذا وجد صورة ونهاية نقارن بينهم عشان نقدر نحكي متصل ولا غير متصل. صورة للاقتران لام اسمها لاتنين. الصورة طلابنا باي طابق راح نعوض. فوق ولا تحت. طبعا الاصغر يعني النهاية من اليسار. الاكبر يعني من اليمين. طب وهاي المساواة. هادا طابق الصورة. فابدعوض بهاي كلها عشان اطلعوا الصورة. يعني باجي بعوض بهدوء باتنين طبعا. اتنين ضرب اتنين زائد خمسة ضرب اتنين اللي هي عشرة ناقص تلات. اتنين ضرب اتنين هي اربعة. زائد. خمسة باتنين عشرة. عشرة ناقص تلات سبعة. اذا اربعة زائد سبعة فالصورة طلعت احد عشر. فبا اقول له مبروك. هي طلعت الصورة. ثم بدي احسب النهاية. استاذ النهاية هون لازم اشوف الجهتين. نهاية سين تقترب من اتنين مليمين بعدين اشوف اليسار. مليمين اللي هي نفسها نفس الصورة. يعني نفس الاقتران اللي انا عوض فيه القاعدة اللي عوض فيها اللي في الصورة. خمسة سين ناقص ثلاثة تطلع احد عشر. طب من جهة اليسار هاي نهاية سين تقترب من ثلاثة من جهة اليسار. من جهة اليسار اللي هي الاصغر. فبعوض اتنين ضرب اتنين زائد. اتنين تربيع اللي هي اربعة زائد واحد. اذا اربعة. وهون اتنين تربيع اربعة زائد خمسة. اربعة زائد خمسة تسعة. طيب. احنا لسه بنحسب النهاية. هل طلعوا متساوين? لا يا استاذ للأسف طلعت النهاية من اليمين لا تساوي. اذا الان بقدر اجاوب عن النهاية اولا انه النهاية غير موجودة. وطالما النهاية غير موجودة. اما انا لازم يكون عندي صورة ونهاية ويكونوا متساوية الصورة والنهاية. اذا باخد قرار اذا لام السين غير متصل عنده سين. تساوي اتنين. اذا طلابنا احنا مباشرة. اجاني سؤال اقترانين بينهم جمع بينهم طرح بينهم ضرب يفضل مباشر اعمل اقتران جديد. حط اشارة الضرب او الجمع او الطرح حسب ما هو حاطلك اياه. وابحث في الاتصال. والله ما اللي مصلح انا يطلع متصل ولا غير متصل. اللي مصلح تحل صح. اللي مصلح انك تجيب الصورة بشكل صحيح. والنهاية من اليمين ومن اليسار. بعد ان يطلع متصل اهل وسهلات. يعني او طلعت هاي احد عش وهاي احد عش. اذا النهاية موجودة وتساوي احد عش. ثم بقارن ما بين الصورة والنهاية. اه تطلع الصورة تساوي النهاية اذا قد احكيله. متصل. من اهم الاسئلة المتوقعة مقاليا. طيب نشوف اه هون اخترت سؤال من اسئلة او من افكار الكتاب التي لم تأتي من قبل وزاري. سؤال الكتاب. وهو فيه يحمل تميز جواته. سؤال جاب لي مجهيل بالشكل التالي على النهايات. اذا كان قاف السين معطيني اقتران متشعب. وكانت اعطاني معلومتين. نهاية قاف السين لما السين تقترب من ثلاث تساوي خمسة وعشرين. والمعلومة الثانية انه النهاية لما السين تقترب من واحد موجودة. طلب مني قيم الف وبا. وانتبهوا ركزوا بالسؤال سؤال الكتاب لم يأتي من قبل. وزاري. مجاش. ويعتبر من الاسئلة القوية بالكتاب. طالما في مجهولين انا بفضل راح يكون السؤال يحمل معلومتين. فتقسم صفحتك نشوف المعلومة اللي اقول لك شو كيبنا نستخدمها والمعلومة التانية كيف نستخدمها. اولا قل لي النهاية لما السين تقترب من ثلاث تساوي خمسة وعشرين. شو يعني سين تقترب من ثلاثة? وين القاعدة تبعت سين تقترب من ثلاث. هاي سين اصغر من واحد. هاي سين اكبر من او تساوي واحد. بمعنى انه هاي النهاية لما عوض فيها بتلات بطلع الناتج خمسة وعشرين. اذا المعلومة الاولى كانت عندي انه النهاية سين تقترب من ثلاث. انا لازم اختار القاعدة الصح هاي. لانه ستلات اكبر من واحد. با سين تربية زائد سبعة يساوي خمسة وعشرين. طب. في معلومة تانية. يعني انا قاعد بترجم كل معلومة. النهاية لما السين تقترب من واحد موجودة. سين تقترب من واحد يعني نهاية الواحد من اليمين واليسار متساوين. اذا باجي باكتب له انه نهاية سين تقترب من واحد من جهة اليمين تساوي النهاية عندما سين تقترب من واحد من جهة اليسار. موجودة معناته متساوين. واحد من اليمين اللي هي الاكبر من با سين تربيع زاية سبعة. واجهة اليسار ستة سين ناقص الف. الطالب اللي ترجم بس هيك باخدها. قاعد باخد علامات. فانه ده الان مدام قسمت السؤال كل معلومة ترجمتها. بابدأ احل كل سؤال على حدة. بعتبر هذا سؤال لحاله. بحكي يا استاذ هو قال لي انه سين تقترب من تلات. بدي عوض بتلات. با ضرب. تلات التربية اللي هي تسعة. زاية سبعة يساوي خمسة وعشرين. با ضرب تسعة تسعة با زاية سبعة يساوي خمسة وعشرين. بكمل. ناقص سبعة ناقص سبعة. اذا تسعة با يساوي طمانتاش. على تسعة على تسعة. فبا بتطلع طمانتاش تقسيم تسعة اللي هي اتنين. اذا نص السؤال انحل. الان جيت على المعلومة التالية. قال لي نهاية الواحد موجودة. بقول له اوكي. معناته بدي عوض باليمين. بواحد محلسين. وباليسار كذلك. با ضرب واحد تربيع. انتبه الان انه با صارت عندي. تنين. هي قيمتها تنين. ضرب واحد تربيع زاية سبعة. اتنين ضرب واحد اتنين زاية سبعة. اذا اصبحت تسعة. جهة اليسار بعوض بواحد. ستة ضرب واحد ناقص الف. اذا ستة ناقص الف يساوي تسعة. اذا يحل السؤال بسهولة الان. ناقص ستة ناقص ستة. تسعة ناقص ستة تلات يساوي سالب الف. خليك حذر. انا بدي بس الف. وبقسم على سالب واحد على سالب واحد. اذا الف تساوي سالب تلات. اذا قيمة الف سالب تلات. وبا اتنين. استاذ على الترتيب ما قليش هاد سؤال مقالي. فخلاص انا بكترك له انو با تساوي اتنين والف تساوي سالب تلات. احد الاسئلة التي لم تسأل وزاريا رغم وجودها بالكتاب. ايضا من اسئلة المقالية الحلوة. الان في الوحدة الثانية يعني خلصنا شو ممكن نتناولونا اسئلة مقالية في الوحدة الاولى. الوحدة الثانية. طبعا من ضمن الاسئلة ممكن يجيب لك يجيب لك اقتران في الوحدة الاولى يقول لك ابحث في الاتصال شوفوا من اليمين من اليسار الصورة. هون احد الاسئلة كمان المهم من غالبا نسبته واحتماليته عالية فوق تسعين بالمية. انه يقول لي باستخدام تعريف العام للمشتقة او تعريف المشتقة. جد المشتقة الاولى للاقتران قاف السين يساوي اتنين ناقص سين تربيع. طبعا تعريف المشتقة. احنا عارفين الاجابة بس مضطرين نمشي ع خطوات. التعريف العام للمشتقة. نكتب القانون ونبدأ نطبق في القانون. اجابتنا عارفينها يعني اي طالب. شاف السؤال? اتنين ناقص سين تربيع. شو مشتقتها? لاتنين بتروح? سالب سين تربيع سالب اتنين سين. هاي الاجابة. طب صد اكتب له هيك. يعني ممكن يعطف عليك يعطيك واحد او اتنين من عشرة. لو عليه عشرة على بعد. اذا احنا مضطرين الان مدام الزمنا بالسان وبنص صريح. تعريف المشتقة نبدأ باجراءات تعريف المشتقة. اولا قانون. قاف فتحة السين. راح نستخدم قانون قاف العين ناقص. قاف السين على عين. ناقص سين. لازم كتابة القانون. عين تقترب من سين. ولازم اكون حافظ القانون. بعدين مدام بلشنا نهايات راح نكمل نهايات. استاذ الخطوة الاولى قانون. هيك كتبت قانون. بعدين. بعدين ببدأ اطبق القانون. ايش يعني قاف العين? يعني بدأ عوض محل سين بعين. يعني هاي قوسين بينهم ناقص بدأ عوض قاف العين وقاف السين. قاف العين يعني اتنين ناقص بدل السين ده حط عين عين تربية. قاف السين هي الاختران الاصلي بنسخه. اتنين ناقص سين تربية. تحت المقام عين ناقص سين. طيب استاذ شو الشغل اللي بيتم في التعريف العام؟ بدنوزع اشارة السالب. واحنا بنوزع شباب وصبايا دائما اي ادد ثابت لحاله هاي اتنين. وهاي صارت سالب اتنين بتروح. اذا ضل عندي بالسؤال نهاية عين تقترب من سين. ضل عندي سالب عين تربية زائد سين تربية. لان دخلت السالب على السالب. على عين ناقص سين. اذا بعد القانون عملنا قسين دخلنا السالب وراحت الارقام. الان الخطوة الهامة دائما ان احنا بدنا نحلل. طيب. استاذ هاي كيف بده حللها? هاي فرق بين مربعين. اما الطالب بيرتبها. بحكيه استاذ ما هي سين تربية ناقص عين تربيع. ما هاي نفس الاشي. انه عين تربيع سالب وسين تربيع موجب. هاي كتبت ها بالطريقة هاي. او بحكي لا استاذ والله انا ما عملت زي هيك. انا خليتها زي ما هي وفتحت قسين. قلت سالب عين زائد سين. وعين ناقص سين. بس انا هيك بفضل الطالب عشان ما يصير بخربط بالاشارات. يعني هاي هيك. ما غيرنا اشي. احنا رتبناهم. حكينا هاي سين تربيع ناقص عين تربيع. الان بدي حلل هاي تربيع. اذا فرق بين مربعين. طب استاذ لو كان كلها اه اتنين عين مثلا ناقص اتنين سين. عامل مشترك. لو تكعيب. قوس صغير وقوس كبير. اذا هاي الخطوة اللي بتختلف فقط. بفتح قسين. سين ناقص عين. وسين زائد عين. على عين ناقصين. طبعا بضلني ماشي نهايات. بختصر الان. هدفنا اختصار عين ناقصين. من بداية السؤال اصلا بندور عليه. هاي سين ناقص عين مع عين ناقصين. شو ضل عندي? عكس بعض سالب واحد. طب استاذ انا لو نزنكت الدنيا سكرت معي. ان شاء الله ما اشي بسكره. ان شاء الله ربنا يضلوا فاتحها بوجيكوا في الامتحان. اولا بحط الاجابة بأمن اجابتي انا عرفها. سالب اتنين سين. يعني بحطها حتى تحت من الاول. زائد كيف هي طلعت الاجابة? هون ضل عندي سالب واحد ضرب. انا بعد ما اختصرت بعوض. محل عين بسين. اذا محل عين هايدو حط سين. اذا سين زائد سين. سين زائد سين اتنين سين. اتنين سين ضرب سالب واحد. هاينا حطين الاجابة. يعني اذا الطالب قفز من هون لهون ما عندي مشكلة بس يكون فاهم شو اللي عمله. اذا هون تعريف العامل المشتقى فورا بقول له قانون قوسين بدخل السالب على القوس. ثم بحلل حسب السؤال. مربعين مكعبين عامل مشترك وهكذا. اذا بالوحدة التانية بلشنا بسؤال على التعريف العام. الان سؤال على درس معدل التغير. وهو يصنف من الاسئلة اللي فيها شغل هذا السؤال. وتكرر وزاري عدة مرات. وسؤال قوي بس مكرر بالاكتاب يعني. كرر اكتر من مرة وزاري وكتاب. اذا كان معدل تغير الاقتران قاف. اللي هو بيعطيني اقترانين فيه. في الفترة من سالب ثلاث لواحد يساوي ستة. هذا معطى قيمة معدل تغيره. وكان هاي السين يساوي قاف السين ناقص سين تربيع جد معدل تغير الاقتران ها. هذا السؤال طبعا معاودين كداما شو نعمل? نكسم الصفحة هيك. نحكي فيه اشي معطى معدل تغيره في اشي مطلوب معدل تغيره. اللي معطى معدل تغيره هو الاقتران قاف. والمطلوب الاقتران ها. شو يعني معدل التغير? يعني دلتا على دلتا. هون دلتا قاف السين على دلتا سين. اللي هو قانون ها بنعرف سين اتنين ناقص سين واحد. حسنا نرتب افكارنا. الفترة هاي سين واحد سين اتنين. اذا انتحت فورا واحد ناقص. يعني سين اتنين فورا باجي بحكي. سين اتنين واحد ناقص ناقص ثلاثة. فوق شو بنحكي? اقتران اسمه قاف. قاف صورة الواحد ناقص صورة السالب ثلاثة. هذا المعطى اصلا معطى قيمته. كم اعطيني قيمته? ستة. فبقول له اه. هذا الاخ قاف الواحد ناقص قاف السالب ثلاثة. على اربعة قيمته ستة. فقط هيك. وبوقف هيك. دائما. طب استاذ ليش عملنا? لان رح نهتاجه هذا في نهاية السؤال. طب استاذ انا ممكن احل بالنظر احكي خلاص قاف السين هاي ستة. وسين تربيع هاي. ابدأ بس اجبلها معدل التغير. والله بخاف ان اكسوكو. لازم تحل طريقة الكتاب. طريقتنا اللي احنا شغالين فيها. طب مين المطلوب معدل تغيره? ها. اذا دلت عدلت فورا. بتحكي دلتها. السين عدلتها سين. تحت سين اتنين ناقص سين واحد. شو فترتهاد? ها. هي. سين واحد سين اتنين. اذا واحد ناقص ناقص. تلاتة. وفوق بتحكي هال واحد ناقص ها السالب تلاتة. طبعا من الاسئلة القوية اللي بدها شغل لازم كنت طالب ندرب عليها فورا. طيب. هال واحد ايش يعني هال واحد? يعني دعوض بالاقتران ها السين. اجيب صورة الواحد. فبروح على الاقتران ها السين هيو. دعوض محل كل سين بواحد. فبلاقي قاف السين. فبتصير قاف الواحد. ناقص. واحد تربيعني واحد. ناقص. ها السالب تلاتة. دعوض بسالب تلاتة. اذا قاف. السالب تلات ناقص. سالب تلات تربيعني تسعة. وتحت اربعة. ومن هون كنا نيجي نقول لكم فورا. بتدخل السالب على القوس. ثم بتجمع الارقام او الحدود. ثم بنفصلهم بنسوي عملية القلب هاي. هسا بتشوف شو يعني. يعني وانا بدخل السالب. انا ضل عندي هون. قاف الواحد. شوف لما دخل السالب. سالب مع سالب. او خلينا سوي لكم ياها على البطيئة. ناقص. قاف السالب تلات. زائد تسعة. لان هون دخلت سالب ضربت بالقاف. ودخلت سالب ضربت بالتسعة. على اربعة. هاي دخلنا السالب استاذ. تجميع الارقام. عندي سالب واحد وعندي موجة بتسعة. سالب واحد زائد تسعة تمانية. اذا صار عندي قاف الواحد. ناقص قاف. السالب تلات. زائد تمانية على اربعة. هسا شو يعني القلب اللي بتعملوا هادو استاذ نفصلهم. نحكي القافات مقامهم اربعة. والثمانية ايضا مقامهم اربعة. وبالتالي انا بقدر افصلهم بالشكل التالي. يعني يصير عندي. قاف. قاف. الواحد ناقص قاف السالب تلات. على اربعة على حال زائد تمانية على اربعة. هدول لحال. ستة تمانية اربعة اتنين. طب قاف الواحد ناقص قاف السالب تلاتة على اربعة. كم يا استاذ? قاف الواحد ناقص قاف السالب تلاتة على اربعة قيمته ستة. اذا ستة زائد اتنين. فاجابتي تمانية. سهل? لا. استاذ لازم اكون مدرب عليه? طبعا لازم تكون مدرب عليه بشكل كامل. الان احنا بالوحدة الثانية. خليني انتقل للسؤال التالي. السؤال اللي حكينا التالي. حكينا خلص. احنا معدل التغير والتعريف العام واردي. بشكل كبير يجي عليهم سؤال مقالي. الان راح شوف شو سألني. كلي جد دال الصاد عدالي السين لكل مما يرين طالب مني اشتق. فانا لما اجي اشتق هون بهمني الطلاب يضلوا يسأل كل مقدار يجي يشتقوا شو بينهم شو بينهم شو بينهم. عشان نعرف شو بينهم ضرب قسمة. جمعوا وطرح عشان نعرف نتصرف. المقدار الاول قال لي صاد يساوي سين تربيع ظل اثنين سين ناقص واحد عسين تربيع. سألت شو بينهم? قالوا لي طرح. اذا هذا مقدار لحاله وهذا مقدار لحاله. هدول ما حدا ينخدع. شو بينهم? سين تربيع ظل اثنين سين. بينهم ضرب. اذا انا الان بلشت احل في المطلوب الاول. دال الصاد عدالي السين. هدول بينهم ضرب. اذا باستخدام قاعدة الضرب. اللي هي الاول. في مشتقة الثاني. الظل مشتقته قاطع تربيع. اثنين سين ضرب اثنين. زائد الثاني اللي هو ظل اثنين سين. في مشتقة الاول هو اثنين سين. اذا هيك انا انهيت الجزء الاول من السؤال. ناقص. شو بينهم قسمة ثابت عقتران سالب. بضربه باشارة سالب بصير موجة بالعدد في مشتقة المقام. اللي هو اثنين سين على المقام تربيع. طب هو تربيع بعطيه كمان تربيع بصير قوة اربعة. بصير اقوى ازبط الشكل. اذا مقالي خلاص انت هيك تمام. يعني بتقدر تضرب سين تربيع باتنين سين اثنين سين تربيع. بتقدر تقسم اثنين سين مع سين اربعة سين تكعيب. بس ما عليهوش علامات. نيجي على السؤال التاني ونركز فيه. صاد يساوي جذر تكعيبي. للسين تربيع زائد جتة اثنين سين قوة ستة. طلابنا احنا بنعرف انه القاعدة اللي عندناه الان نستخدمها كنا للجذر التربيعي. هذا مش جذر تربيعي. اي جذر مش تربيعي بدنا نجهز. يعني احنا هون بدنا نسوي عملية تجهيز للسؤال. اللي هو اصبح سين الداخل على الخارج. اثنين على ثلاثة. وهاي جاهزة هايها جتة اثنين سين قوة ستة. يعني هاي نظمت السؤال بدفتر الاجابة انه هلأ صار واضح معي. جهزت لسه ما كملت. اه ما اشتقيت عفوا. دالة صاد عدالة السين يساوي. كيف نشتق القص الكسر? بننزل اثنين على ثلاث جنب السين. نثبت المقام نطرح اثنين ناقص ثلاث سالب واحد على ثلاثة. طيب هاي تنتبهوا علي وطلق مركز في اشتقاقها. قوس في داخله جتة اثنين سين والستة. مبدئيا بيصير تاريخ ميلاده ستة خمسة. بنسخ ما داخل القوس ثم بعيد تركيزي مرة تانية عشان داشتق اللي جوه القوس. جتة اثنين سين سالب. جيب اثنين سين ضرب. مشتقت الزاوية اثنين سين اثنين. استاذ بيصير اضرب السالب بالاتنين بالستة يصير وسالب اثناش بيصير. بيصير اتركي هيك نعم بيصير. اذا مش داهرة خلص تركي هيك. المطلوب التالت. قل لي جت دالة صادة دالة السين وما حدد ليه بس مرة لقيت ضرب مرة لقيت قسمة مرة لقيت جذر مرة لقيت قوس. ايش لقيت هون صاد يساوي عين تربية ناقص ستة عين وعين يساوي جذر اثنين سين زاهد واحد عنده سين يساوي اربعة. شو معنى المعلومه اللي بيحطة هون? عنده سين يساوي واحد. نسين يساوي اربعة يعنى نشتق وعوض. مدام قل لي جت دالة صادة دالة السين. طيب لاحظوا شو لقيت? صاد. وعين. اظن هاي قاعدة السلسلة اللي هي انا مدام يعني مقالي اول اشي اجباري. قانون السلسلة اللي هو دالة الصاد عدالة العين ضرب دالة العين عدالة السيط. طيب استاذ هم يعطيني ايضا ان انا سنبقي اشتق الاقتيرانين. اللي موجودين. اشتق الاقتيران الاول ده للصادع الده العين ده اشتق العين. اتنين عين. ناقص ستة. وده العين او ده الاسين ده اشتق الجذر مشتقته. اثنين ضرب الجذر نفسه تحت. اللي هو اتنين سين زائد واحد. وفوق مشتقة ما داخل الجذر لهو اتنين. طب بعد ما اشتقينا بدنا نحط محل العين قيمتها. عين قيمتها اللي هي جذر اتنين سين زائد واحد. يعني. هاي الاتنين. بس دير بالك بهدوء هيك عملية جراحية. بنشيل العين هاي نحط قيمتها. قيمة العين اتنين سين زائد واحد. اللي هي تحت الجذر. وبنكمل باقي سؤالنا نص هو. ناقص ستة ضرب. طبعا الاتنين هون ممكن اشيلها مع الاتنين تصير واحد على جذر اتنين سين زائد واحد. هل اكتفي. والله اذا قل لي قل لي فقط دال الصادع دال السين هيخلصتنا. بس قل لي عنده سين يساوي اربعة. شو معناته? معناته بدي اعوض. فببدأ اعوض الان بهدوء. اتنين في جذر. اثنين سين يعني بدي اعوض باربعة. اثنين باربعة تمانية. تمانية زائد واحد يعني تسعة. ناقص ستة. هذا في القوس الاول. ضرب واحد على جذر. اثنين باربعة تمانية زائد واحد تسعة. اذا بهدوء خلينا نكمل. اثنين ضرب جذر التسعة. اللي هو اثنين ضرب تلات. ناقص ستة. هاي القوس الاول. وهون واحد على جذر التسعة. طلع معي. تلات. لو لويه للضرب ستة ناقص ستة هاي صفر. صفر ضرب واحد على تلات. استاذ بطلع الاجابة صفر. استاذ بعد كل هالتاع بيطلع صفر ما هو بني ادم. صفر رقم عادي. بس انت حليت بشكل صحيح وبشكل سليم. يطلع معك زي ما يطلع. اذا راح يجيب لي ممكن موارد من ضمن الاسئلة المقالية. يجيب لي اسئلة اشتقاقات. الان نشوف السؤال التالي. ممكن يجيب لي معادلة المماس. مقالي. جد معادلة المماس لمنحنى الاقتران. بقول له اسمعت كم لش? معادلة المماس اللي هي صاد ناقص صاد واحد يساوي ميم. في سين ناقص سين واحد. انا محتاج اللي فيهم وحدات اللي هي صاد واحد وسين واحد والميل. هاي القيم اللي انا محتاجها قبل لا اشوف باقي سؤاله. بقول له تفضل هاتي ما عندك اعطيني سين واحد كم قمتها? قال لي واحد. بقول له خلص خلف الله عليك. ما نعناته سين واحد ننحط محلها واحد. صاد واحد ايش يعني? يعني الصورة يعني قاف الواحد. فبعوض مباشرة بواحد. بس ديروا بالكو في سين هون يعني هاي واحد. في واحد ناقص ثلاث تربية. اذا واحد في واحد ناقص ثلاث. سالب اتنين. تربية اربعة. اذا واحد ضرب اربعة. فبطلع الاجابة اربعة. اذا خلصت سين واحد. خلصت صاد واحد اللي طلعت اربعة. شو بيضل علي? بيضل علي الميل. والميل كالعادة بنقول له والله بدنا نشتق ثم نعوض. بس وحنا بنشتق كمان. الكلمة ما تروح لساننا. الله يرضى عليكم. بس تبلشوت خلصوا نهايات ابدأوا. شو بينهم? شو بينهم? يعني في الاشتقاق. لما تيجي تشتق اسأل شو بينهم? سين في القوس هاي. ست بينهم ضرب وما كنا منتبهين انه بينهم ضرب. لا انتبهوا. اذا هاد الاول اللي هو سين في مشتقة التاني. قاعدة القوس. اتنين في واحد ناقص ثلاث سين. قوة واحد ضرب مشتقة اللي جوه القوس سالب ثلاث. زائد التاني واحد ناقص ثلاث سين. تربية. في مشتقة الاول مشتقة السين واحد. ففي طلاب كثير ما بنتبهوا انه هادول ضرب بين اقترانين. والان المال يعني بدأ عوض بقيمة سين اللي هي واحد. فبيهدوء ايضا بعوض. سين اللي هي واحد. في اتنين ضرب. واحد ناقص ثلاث سالب اتنين. ضرب سالب ثلاث. زائد واحد ناقص ثلاث سالب اتنين. بس فيه تربية حون. ضرب واحد. بصبر. عالسؤال. اتنين ضرب سالب اتنين سالب اربعة. سالب اربعة ضرب سالب تلات. اطلع اربعة. سالب اربعة ضرب سالب آآ تلات. سالب اتناش. اذا سالب اربعة ضرب سالب تلات بطلع موجب. اتناش. فهمتوا شو سوينا? ضربنا بس قعدنا شوي شوي يقولنا اتنين ضرب سالب اتنين. سالب اربعة ضرب سالب سالب موجب. وسالب اتنين تربيه اربعة. اذا طلع الاجابة اتناش زائد اربعة ستة عشر. فباجي بحط هون ستة عشر. طبعا طلابنا. اذا السؤال حل خلص تكتفي هون علامتك كاملة. اذا السؤال المقالي. طب السؤال اذا دائرة. شو لازم نعمل? نخلي صاد موضع قانوني. يعني نحكي صاد ناقص اربعة يساوي ستة عشر سين. خلي صاد لحالها يعني. ناقص ستة عشر. فباجي بحكي زاد اربعة. زاد اربعة. اذا صاد يساوي ستة عشر سين ناقص اتناش. هاي. اذا كان دائرة. اما نكتفي لفوق. اذا كان السؤال حل زي ما حكينا. الآن نشوف السؤال التالي. اللي هو سؤال بيجي اجاب لي شامل. مو وارد جدا المقالة يكون هيك. يقول لي بدي اسألك عن التزايد والتناقص. وعن القيم الحرجة. وعن العظمى والصغرى. هاد هون ستة خلينا ننتقل لكينا رحنا على دفتر الاجابة. نكتب السؤال. انه خلاص ببلشنا هيك. قال لي قاف السين يساوي اتنين سين في اتناعش ناقص سين تربيع. طلب عدة مطلوبات. فترات التزايد والتناقص. وطلب القيم الحرجة والقيم القصوى المحلية او القيم القصوى محددة نوحة. احنا محتاجين نشتق نساوي المشتقة بالصفر نطلع قيم سين وهكذا. بس ديروا با لكم نصيحة لوجه الله. هدول بينهم ضرب. في التزايد والتناقص والعظمى والصغرى اذا قدرت تضرب اضرب اول. اسهل لك. يعني احنا بدنا نجهز قبل نشتق. فبجهز. اتنين سين ضرب اتناعش. اربعة وعشرين سين. اتنين سين ضرب سين تكعيب اه تربيع. اتنين سين تكعيب. هذا كان خطوة تزبيط او تجهيز لانو في ضرب وما بحب تستخدم قاعدة الضرب في التزايد والتناقص. اسهل لك هيك. الان بابدأ اشتقاق. اربعة وعشرين ناقص ستة سين تربيع. ثم بتساوي المشتقة بالصفر. الاجراءات اللي احنا عارفينها. طيب ناقص اربعة وعشرين. هاي ناقص اربعة وعشرين. سالب ستة سين تربيع يساوي سالب اربعة وعشرين. على سالب ستة عسالب ستة. سين تربية طلعت اربعة وعشرين عستة اربعة. جذر جذر. اذا قيم سين طلعت اتنين موجب واثنين سالب. عشان نوصل للتزايد والتناقص والعظمى والصغرى بنروح نسوي خط اعداد. حط عليه قيم سين الحرجة اللي هي سالب اتنين. واتنين. وبندرس اشارة المشتقة اللي هي اربعة وعشرين ناقص ستة سين تربية. كيف ندرس الاشارة حكيناها اكتر من مرة وحنا قاعدين نشرح? اما بتعوض برقم اكبر بن اتنين 3. مثلا اربعة وعشرين ناقص ستة. تسعة. ستة وثلاثين. اربعة وعشرين ناقص ستة وثلاثين راح يطلع السالب. او بتعتمد هون مدام عبارة وطلع قيمتين على معامل سين تربية. سالم. ثم موجب ثم سالم. نازل طالع نازل. الان بعد ما خلصنا شغلنا نبدأ نجاوب على مطلوباته. اول مطلوب طلبه مني. يعني ابدأ احط له هيك ارتب له. بدفتر الاجابة انه السؤال كذا واحد. شو طلب اول مطلوب مني? قل لي والله بدي فترات التزايد والتناقص. فباجي بقول له والله هات التزايد هي فترة تزايد من سالب اتنين لاتنين اللي فيها زائد. من سالب اتنين لاتنين. مغلقة. تناقص. بقول له او الله فيه تناقص كمان. بس في عندي فترتين تناقص. الاولى من سالب ما لا نهاية لسالب اتنين. والتانية من اتنين لما لا نهاية. اذا تناقص من سالب انفينيتي لسالب اتنين. اتحاد اوه من اتنين لما لا نهاية. طب شو المطلوب التاني اللي انطلب مني? قال لي قيم سين حرجة. بقول له بسيطة. سين تساوي اتنين وسالب اتنين. وبتركهم هيك. ما تحاولوش حط ليهم باطار. سويهم عشق الفترة. خلاص. اتنين وسالب اتنين. تلات. القيم القسوة محددة نوحة. يعني عظمة ولا صغرى. القيم القسوة المحلية. لاحظوا في عندي عظمة عند الاتنين وصغرى عند السالب اتنين. طيب. فباجي بقول له والله في عندي صغرى محلية عنده سين تساوي سالب اتنين. تمام. بكفي هيك استاذ. لأ. وقال لك بدي القيم العظمة والصغرى او القسوة. لازم اجيب القيمة وقيمتها. شو اتفقنا? قاف السالب اتنين. صورة. يعني لازم اروح اعود بالاقتران الاصلي بالصورة عشان اطلع الناتج. لو ما حطيت له قاف السالب اتنين راح تقصر. اتنين ضرب اتنين اربعة. في اتناش ناقص اربعة. اذا اربعة. احنا بنعود هون. اتنين ضرب سالب اتنين سالب اربعة عفوا. في اتناش ناقص اربعة. اذا سالب اربعة في تمانية سالب اتنين وتلاتين. يعني هاي اسم القيمة الصغرى. لما حكت لكم حكسين ولا ما حكسين. هن قال اللي بدي القيم القصوة ما حكسين. اذا لازم اعود. وعندي عظمة محلية. عنده سين تساوي اتنين. اوكي. تمام. هاي عظمى. بكتفي. لا. وايش قيمتها هاي? قيمتها قاف لاتنين. صورة لاتنين. اللي وين ننعوض استاذ? قاف ننعوض بقاف. اتنين ضرب اتنين اربعة. في اتناعش ناقص اربعة تمانية فبطلع اتنين وتلاتين. اذا العظمى اتنين وتلاتين. والصغرى سالب اتنين وتلاتين. حسك مضيع عشرة نشرة جوية. اه ما العظمى والصغرى. وعلى سكان خارج عمان مراعاة فروق التوقيت. ما هو وقته الاستاذ هسه? ماشي. نشوف الان السؤال الاخير. ينتج مصنع سين. هاي السؤال الاخير من الاسئلة المقالية المقترحة. انه ايش? الافكار اللي تسأل عنها. ينتج مصنع سين من اجهزة الحاسوب ويبيع الجهاز بمبلغ ميتين وستين دينار. اذا كانت التكلفة الكلية كافة السيني. يعني معطيني التكلفة. ومعطيني سعر البيع. فما عدد الاجهزة التي يجب انتاجها ينتجها ويبيعها شهريا حتى يكون ربحه اكبر ما يمكن. كلمة اكبر ما يمكن يعني بده كون في عندي قيمة عظمى. يعني كأنه بده يعني اطلع عدد الاجهزة اللي هي قيمة سين. بتخلي الربح اكبر ما يمكن. طب استاذ انا عشان اطلع عظمى وصغرى بده اشتق وساوي بالصفر. كويس. باشتق مين? الربح. اكو ربح ما في ربح بالسؤال? لا يا استاذ. الربح اكبر ما يمكن بس ما فيش ربح. اذا اولا بدي اوجد الربح. الربح ايش قانون الربح الكلي يساوي الايراد الكلي ناقص التكلفة الكلية. الربح اللي هو وراه السين. يساوي الايراد. استاذ حتى الايراد ما فيه. طب الايراد ايش حكينا عن قانونه? عدد ضرب سعر. العدد سين. والسعر لاحظوا اليوم اعطاني اياه ميتين وستين ناقص سين. بمعنى طلابنا انه فيه شغل بالسؤال اني انا اولا عشان اجيب الايراد بدي اوزع الضرب. يعني انا كل هاد قاعد بشتغل لسه ماش تقيت اصلا. سين ضرب ميتين وستين صار عندي ميتين وستين سين ناقص. سين ضرب سين سين تربيع. ناقص. يعني ده اصنع الاقتران تبع الربح عشان ابدأ اشتق وسويه بالصفر. التكلفة هي موجودة عندي مشرفة اربعمية زائد ستين سين زائد سين تربيع. وقبلها سالب اذا بدخل اشارة السالب. فبتصير سالب اربعمية سالب. ستين سين ناقص سين تربيع. طبعا طلابنا ممكن اجمع حدود الان او بصبر خلص انا صار عندي اقتران الربح. انا اول اشي جبت اقتران الربح لكلي. الان ببدأ اشتق را فتحة السين. ميتين وستين سين مشتقتها ميتين وستين. طبعا بعرف تعبناكو بس باذن الله تعالى ان يكون الموضوع يستحق انه جمعنا لكم كل افكار الممكنة خلال الفترة اللي اللي في الحصة هاي. ناقص اتنين سين وان شاء الله ربنا يوفقكو يسر امركو يا رب. بهدوء وباذن الله تعالى ما في هالصعوبات اللي انتم متخيلينها. ناقص اتنين سين. اذا انا اشتقيت. بعدين بدأ ساوي المشتقة هاي بالصفر. بس وانا بسويها بالصفر جمعوا الحدود. في متين وستين. ناقص ستين. اذا ميتين. في سالب اتنين سين. ناقص اتنين سين سالب اربعة سين يساوي صفر. هانت. باودي السالب ميتين يعني او بنقول ميتين يساوي اربعة سين. يعني انا قلت الاربعة سين. على اربعة على اربعة. سين بتطلع خمسين. طب هو بده قيمة سين. التي تجعل الربح ماله اكبر ما يمكن. بس بدي اجبره بخاطره. بدي حط له اياها على خط الاعداد. وعادي حتى بدون دراسة اشارة بس ادرس اشارة. هاي المشتقة. شو اشارة سين? سالب. اذا هون سالب. وهون موجب. اذا طالع نازل. اذا هاي عظمة فعلا. اذا اكبر ما يمكن عنده. قال لي كم عدد الاجهزة الواجب انتاجها. عنده انتاج خمسين جهاز. اذا كان الفرق ما بينه ما بين السؤال الحلناه بضع دائرة انه اذا حدي بشتق فقط. اكبر ما يمكن او اقل ما يمكن. هيك طلابنا باذا الله تعالى. غطينا من خلال حصتنا. الجزء الاكبر ان لم يكن كل محتويات المادة ومحتويات استعرضنا شو اللي ممكن نسأل عنه في الامتحان. فيه طبعا بعض الاسئلة ممكن تكون. جوه الامتحان محتاج بهدوء هيك تفكير مهارة. اه في ملف كامل سواء تحميله من خلال موقع الاوائل او موجود عندنا بموقع نشمي اكاديمي بالاسئلة المقترحة. والاسئلة طبعا كلمة مقترح مش معناته متوقع هيك اللي هي النماذج مشابهة للنموذج الوزاري فيه عدة نماذج مع اجاباتها. بتمنى لكم التوفيق جميعا. واسأل الله العلي العظيم ان يفتحها عليك ويفتحها بوجهكم. يعطيكم العافية. اشتركوا في القناة